هيا وميه هيا وميه هيا وميه روقتك اللي تستنيه هيا وميه هيا وميه مهو على شارك هيا وميه هيا وميه يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة ميساف وكل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم هيا وميه نتقابل كالعادة كل اتنين وخميس على مدار ساعة ونص على الهواء مباشرة من الساعة واحدة للساعة اتنين ونص مساء أكيد بيساعدنا متابعاتكم لينا الحقيقة لأن احنا بنهتم بيكي كأم وزوجة طول الوقت وبنهتم أنه يكون موضوعاتنا دايما مختلفة هنتكلم معاكي النهاردة عن موضوع طبي ومهم جدا أن احنا يكون عندنا الثقافة الطبية لكل أم وزوجة طبعا عشان تقدر تفيد بيها كل أفراد أسرتها لأن هي العامل الأساسي في الأسرة النهاردة هنتكلم عن موضوع طبي مهم جدا هنتكلم عن السكتة الدماغية يعني إيه السكتة الدماغية إيه هي أعراضها أسبابها طرق علاجها طبعا لأن احنا لازم نعرف إزاي نقدر نعالج ده هنعرف كل الأسئلة دي من خلال دفنا اللي منورنا ومشرفنا النهاردة في الستوديو الأول مرة دكتور إبرام ألبير أخصائي طب المخ والأعصاب ومجستير طب المخ والأعصاب والطب النفسي منورنا يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب في المداية أهلا بيك ده نورك أهلا بحضرتك معنا بفكر حضرتك مشاهدين أن طوال فقرتنا هتكون تليفونات العيادة بتاعة دكتور ألبيرا كون خاصة على الشاشة ومعنا على الشاشة للتواصل بشكل مباشر طبعا في أي أسئلة أنتو حبينا برحب بحضرتك مرة تانية دكتور أهلا بحضرتك برحب بحضرتك طبعا دكتور إبرام وهنبدأ في البداية مع السكتة الدماغية نعرف في البداية إيه هي السكتة الدماغية لأنه المصطلح مش متداول أوي أو مش معروف السكتة الدماغية باختصار معناها أن فيه جزء في المخ الإمداد الدموي اللي واصله توقف وبالتالي المركز ده في المخ ما بقاش يشتغل هيحصل أعراض بناء عليها المريض هيبدأ يشتكي وده تعريف السكتة الدماغية طبعا قبل ما نتكلم عن الأعراض هل فيه أنواع من السكتة الدماغية؟ يعني فيه أنواع منها ولا هي معروفة زي ما حضرتك يعني وضحتها؟ السكتة الدماغية ليها نوعين أساسيين النوع الأولاني اللي هو الناس كلها عرفها هي الجلطة الدماغية فيه نوع تاني طبعا هي النزف أو نزيف المخ الحقيقة اللي اتنين بيتشبهوا في الأعراض بصورة كبيرة علشان كده يعني احنا حابين بردو نعرف الناس أعراض السكتة الدماغية في الحالات ديت وعلاجها لأن العلاج بيختلف طيب نتكلم بقى عن الأعراض لأنه طبعا كل مرض وليه أعراض مختلفة نقول أعراض السكتة الدماغية تمام على حسب المركز اللي اتأثر في المخ بتبدأ تظهر الأعراض أشهر الأعراض طبعا لو حصل أن المريض كان الطبيعي بتاع أن هو بيمارس حياته ما كانش فيه أي شكوى ما بيشتقيش من أي شيء مرة واحدة حصل له تقل في الحركة في نص جسمه حصل له إعوجاك في الفم حصل له تقل في الكلام حصل له اتراب في درجة الوعي حصل له عدم التزين حصل له مشكلة في الرؤية مرة واحدة بمعنى أنه هو كان بيقدر يشوف كويس بدأ جزء من مجال الرؤية ينعدم ممكن في الأطراف ممكن عين واحدة ممكن ما يقدرش أنه هو يشوف بيها أو في كلتا العنين يعني طيب احنا قلنا أن السكتة الدماغية في اللي هي منها النزيف دي نفس الأعراض اللي حضرتك ذكرتها الاتنين نفس الأعراض الاتنين نفس الأعراض لكن اللي بيفرق ما بينهم طبعا الأشعة تمام علشان كده طبعا ماينفعش ندي أي مريض اشتكى من الأعراض ديت علاج مبدئي إلا ما نتأكد الأول إذا كان عنده جلطة أو عنده نزيف طب الأعراض اللي حضرتك ذكرتها دي بتتشابه مع أمراض تانية ولا أنا عندي عرض واحد من الأعراض دي خلاصي هي إما جلطة يا إما نزيف لا الجلطة أو النزيف ممكن تتشابه مع حاجات كتير اللي يقدر يفرق ده الطبيب طبيب الأعصاب أكتر الحاجات اللي ممكن تتشابه معها مثلا ممكن لو حصل أي غيبوبة لأي سبب لو مثلا حصل غيبوبة سكر غيبوبة كبدية غيبوبة كلا في بعض أنواع الصداع مثلا ممكن تتشابه مع السكتة الدماغية بعض أنواع الصرع النوبات الصرعية ممكن أحيانا التوتر النفسي نفسه يعمل أعراض شبيهة بأعراض السكتة الدماغية أحيانا بنشوف مثلا مريض أو مريضة حتى مع زعل شديد أو مع مشاجرة أو مع صدمة عصبية ممكن يحصلها أعراض الناس تبدأ تقلق أن دي تكون سكتة الدماغية بس في الحقيقة أن ده بيكون مجرد توطر أو حاجة بنسميها اضطراب نفسي أو اضطراب التحويل اللي هو الأعراض بتاعة الزعل بتظهر في صورة أعراض عضوية على المريض ممكن يحصل له عوجة في الفم ممكن يحصل له تقل في الكلام ممكن يحصل له إغماء بس بتبقى مجرد زعل يعني نأكد كده مع الناس ونقف عند الحتة دي يا دكتور أنه الأعراض اللي قلناها الخاصة بالجلطة أو النزيف في المخ بتتشابه أعراضه مع حاجات تانية يعني ممكن نحس بيها في الأيام العادية ده اللي يفصل فيه بقى إيه؟ الدكتور نحن لازم نحس بالأعراض دي نروح لدكتور هو يأكد لنا ده عرض عادي ولا ده يعني فيه مشكلة في السكتة دماغية يعني خاصة بالنزيف أو جلطة الدكتور بيحدد على أي أساس طبعا فيه حاجات منزرة ممكن تخلي المريض يروح للطبيب المختص بنقول عليها جلطة عبرة أو بنقول عليها جلطة منزرة بتبقى عبارة عن أن الأعراض دي بتحصل بس لمدة مؤقتة يعني لمدة ممكن ما تزيدش عن ساعة عشر دقايق ربع ساعة ممكن مثلا حد يبقى بيشتغل في شغله عادي خالص يحس مرة واحدة بعدم التزين أو يحس مرة واحدة بتقليف الكلام أو ممكن زي ما قلت لحضرتك مجال الرؤية بتاعه يبقى فيه مشكلة أو ممكن يشوف حاجة من القرارة يشوف الحاجة اتنين يبقى فيه ازدواج في الرؤية وبعد شوية الأعراض بتخلص بتوقف دي ممكن تكون انذار يعني دي ممكن تكون انذار تخلي المريض يروح للدكتور ودي حاجة مهمة جدا لأن الفكرة كلها أن 30% من مرضى السكتات الدماغية أصلا بيبقى جالهم جلطة منزرة قبل كده ومخدوش بالهم يعني الأعراض حصلت قبل كده صحيح وطنشوها أو ماهتموش بيها وحصلت بعد كده جلطة مؤكدة طب لو هما ما طنشوش الجلطة الأولانية يعني احنا بنسمع فعلا أن دكتور برام زي ما حدودك بتقول أنه أغلب الناس اللي بتجي لها جلطة بتكون جات لها قبل كده حاجة وهي عدتها أو خلاص عرض سريع ويعني راح لحاله طب لو الناس أو الشخص ده راح للدكتور وشخاصه أن هي جلطة بس الموضوع عدى بسرعة أو أنه خلاص جلطة سريعة ويعني الدنيا زبطت ما دخلناش في مشاكل كبيرة وبعد كده طبعا يعني لقى بقى الجلطة الكبيرة هو كان المفروض يعمل إيه أو الدكتور يقوله إيه عشان يعني يتجنب أن هو يتعرض للجلطة الكبيرة جميل جدا أي حد يحصل له الأعراض المنزرة اللي بنقول عليها طبعا لازم يعني يروح للمختص مختص اللي هو إيه اللي هو طبيب الأعصاب الطبيب الأعصاب هيبدأ يسمع السيناريو اللي حصل هيبدأ يعرف إيه الأعراض اللي حصلت وبناء عليها هيشخص كلينيكيا إن فيه اشتباه جلطة أو إن دي كانت بداية جلطة وبناء عليه هيبدأ يسأل المريض هل أنت عندك عوامل خطورة مثلا زي مثلا الضغط العالي زي يرتفع سكر الدم زي السمنة زي التاريخ الوراثي زي التدخين حاجات كتير هيبدأ بعد كده يطلب فحوصات معينة يعرف من خلالها هل المريض عنده عوامل خطورة دي ولا لأ طبعا أشهر الفحوصات إن احنا نتطمن على الضغط ضغط الدم سكر الدم الكوليسترول الدهون السلسية بنعمل فحوصات على القلب بنعمل أشعات على شرايين الرقبة اللي هي الشرايين اللي بتوصل الدم للمخ علشان نتأكد هل فيها تصلب في الشرايين هل فيه ديء في الشرايين محتاج تدخل قبل فوات الأوان وقبل ما الجلطة تحصل فلازم من الأول يتوجه للطبيب والطبيب حيعرفه ويمشي إزاي على التراك الصحيح يعني طب حضرتك ذكرت كده يعني جملة الطبيب بيسأل المريض اللي جات له جلطة عارضة في الأول عن التاريخ الوراثي هل الجلطة ليها عامل وراسة؟ يعني احنا بنسمع دايما أنه فيه أمراض بتكون ليها أو عامل أساسي أنه ده تاريخ وراسي يعني ممكن ياخد المرض من بابا من ممته من حد بعيد في العيلة مه الجلطة ممكن تكون كمان لها تاريخ وراسي؟ أكيد فيه عامل وراسي كبير في رزق أو في خطورة حدوث الجلطة نفسها أو حتى عوامل خطورة يعني ارتفاع سكر الدم أو ارتفاع تاخذ الدم معروف إنه هو فيه عامل وراسي يعني فيه عائلات معروفة إنه هي العيلة دي ضغط الدم عن دوم عالي أو العيلة دي السكر عن دوم عالي أو العيلة دي فيه كذا فرد فيها ماد بالجلطات ممكن في سن مبكر يعني ده مرتبط بانه يكون عامل وراسي لازم نسأل نفسنا برضو ده ان ده نقطة مهمة جدا طب في علامات تانية بتنذر بالجلطات او السكتة الدماغية سواء النزيف او الجلطة يعني ممكن يكون في حاجة تانية جرس انذار لانه ممكن يحصل حاجة ممكن تبقى حاجات بسيطة يعني بمعنى ايه ممكن مثلا انا بتكلم مع حضرتك كلام مفهوم والجمل مترتبة مرة واحدة تلاقيني بلغبط في الكلام بيجيب كلمة من الشارق على كلمة من الغرب مثلا او انا مش فهم سؤالك يعني حاضرك بتسأليني سؤال انا ممكن تلاقيني جاوبت اجابة تانية خالص او ممكن حاضرك بتكلميني تلاقيني مثلا بتكرر كلمة سابتة في كل سؤال بيتسأل دي كلها مؤشرات مثلا ان مركز اللغة في المخ متأثر ممكن حاجات تانية ممكن مثلا لو انا مثلا بعرف عمل عمليات حسابية كويسة مثلا حافظ جدول الدار بكويس بعرف مثلا لو انا مهندس مثلا بعرف اعمل الرسومات بتاعتي بطريقة منصقة ومزبوطة مرة واحدة تلاقيني مش عارف اعملها او عدم التزين او خلل في الاداء المهمة نفسها او حتى عدم التزين على مستوى فعلا الحركة يعني ممكن ترنح مثلا اثناء الماشي ممكن احساس دوار مفاجئ يجي وبيروح يعني هو الفرق ما بين الانذار وما بين الجلطة ان الاعراض دي كلها بتروح وده الخطور على فكر لان الناس بتطنش يعني لما الاعراض بتروح او حاجة عارضة يقول لك خلاص دي حاجة عارضة انا مش هسأل انا مش هروح لدكتور وان كان ده الاهم من الجلطة لان ده ممكن هلحقه بعد كده لكن مريض الجلطة هو خلاص هصال له جلطة لكن المريض اللي ممكن هلحقه هو ده اللي انا عايز اوصال له يعني اللي انا عايز امنع حدوث الموضوع عنده بعد كده هي الفكرة يا دكتور ان الاعراض اللي بنقولها او اللي هي الجرس الانذار اللي بنقوله انه كلها اعراض متشابهة مع يومنا يعني انا تعبانة انا حاسة اننا مش مركزة انا بمشي يعني متطوح كده زي ما حضرتك بتقول ان احنا مش مركزين او تعبانة او منهكة فانا حاسة انه لأ ده نتعبانة مثلا عشان كام يوم ما نمتش كويس بدي النفسي مبررات بفكر انه لأ ده طبيعي حاجة عرضة وهتعدي وده الابرز ده اللي بيحصل يعني اه اللي حقيقة بتوصفيه ده ممكن يكون بيحصل لنا كلنا حقيقة في اوقات الارهاق اوقات قلة النوم تمام بس اللي انا بتكلم عليه لأ المريض يجي يقول يا دكتور اللي حصل لي ده عمره ما حصل لي قبل كده او يعني انا حسيت بحاجة ما حصلت ليش انا كنت ماشي كويس مرة واحدة لقيتني مش موزون انا كنت بتكلم لقيت نفسي مش قادر اتكلم فهي الاعراض بتبقى اعراض اللي يجربها يبقى عارف انها فعلا اعراض مهمة وحقيقية يعني حضرك قلت نقطة مهمة جدا او جملة مفيدة جدا فكرة ان احنا المريض حاسس بنفسه يعني انا حاسة انه حصل لي حاجة غريبة مش بتحصل لي بالعادة انا عارفة الارهاق وعارفة انا قد ايه ببقى تعبانة او ان انا تعبانة نتيجة حاجة عملتها متعبة فلا انا حاسة ان في حاجة غريبة فالموضوع ده جرس انظار يا جماعة ان احنا لازم نلجأ على طول نروح للدكتور نكشف ونشوف في ايه ما نقولش دي حاجة عرضة طيب خلينا اروح مع حضرتك للمضاعفات الخاصة بالسكتة الدماغية في مضاعفات خاصة بالسكتة الدماغية؟ اكيد طبعا المضاعفات ممكن توصل لحد الوفاء يعني السكتة الدماغية تعتبر من اهم اسباب الوفاء على مستوى العالم السبب رقم ثلاثة بعد امراض القلب وبعد الكنسر او الاورام السرطانية فالموضوع كبير ممكن برضو يحصل مضاعفات تانية ان المريض بعد الجلطة يحصل له اعاقة مدى الحياة ممكن ما يتعفاش منها تماما سواء اعاقة حركية او اعاقة في الكلام او اعاقة على مستوى الكدرات الزهنية تمام برضو من ضمن المضاعفات ممكن يحصل تشنجات بعد الجلطة يعني من اشهر الحاجات اللي ممكن تحصل لمريض السكتة الدماغية بعد كده ان يحصل له حاجة سمانة وباد سرعية يبدأ المريض يتشنج يحصل له تشنجات في جسمه يحصل له النعنيد غرب ينزل غير من بوق وزي السرع عند الاطفال بس الفرق ان ده سرع مسبب بسبب الجلطة برضو من ضمن المضاعفات ان المريض يعني خلاص هو في بعض المرضى بيبقوا رأدين طول الوقت في الفراش فممكن يحصل لهم كرح فراش يبدأ يحصل لهم عدوى بسبب طبعا البامبرز وبسبب انه ما بقاش قادر ان هو يتحرك يروح الحمام كل دي تعتبر مضاعفات لاستكتة الدماغية طيب انا لأ انا عايز اقف عند المضاعفات دي بشكل كبير جدا لانه حالات قدامنا انه حد جاله جلطة وتعافى منها بس يعني حركته مش كويس او مش قادر يتحرك كويس مقصر على ايده مقصر على رجله المكان او مركز الجلطة اللي جات له فمقصر عليه وحد تاني قادر يتعافى ويمشي كويس ويرجع تاني طبيعي جدا كأنه ما فيش اي حاجة حصلت ايه الفرق؟ ده بيتحدد على حسب كذا عمل اول حاجة مكان الجلطة نفسها وحجمها يعني جلطة كبيرة غير جلطة صغير جلطة كبيرة هتاخد اكتر من مركز فحتأثر على الحركة هتأثر على الكلام هتأثر على توازن هتأثر على حاجات كتير بعكس لما تكون جلطة صغيرة الحاجة التانية طبعا مكان الجلطة يعني لو جلطة في مكان حساس في المخ ممكن تاخد مركز كتيرة جدا زي جلطة جزع المخ مثلا ممكن الجلطة تبقى صغيرة جدا في الأشعة لكن ما أثر على مركز كتير فدي ممكن تخلي المريض يبقى عنده الاعاقة بصورة أكبر حاجات تانية برضو وقت التدخل نفسه يعني هل المريض ده تلقى العلاج بتاعه؟ لا لا تلقى العلاج بتاعه في الأول ولا هو عقبال مراحل الدكتور كان عدى وقت طويل وبناء عليه الجلطة كانت استكرت والأعراض سبتت وخلاص الجزء ده في المخ مات فعلى حسب عوامل كتيرة على حسب برضو سن المريض وعوامل الخطورة اللي عنده يعني لو المريض سنه صغير وشرايين المخ بتاعته هلسي أو صحية ما فيهاش تصلب في الشرايين وهواش مدخن ما عندهش سمنة هيبقى التعافي بتاعه أسرع بعكس مريض تاني سنه كبير جدا ومريض ضغطه ومريض سكر ووزنه كبير ومدخن فده بيبقى التعافي بتاعه بطيء والموضوع بيسيب معه أسر طب احنا على ذكر السن الجلطة ليها سن معين لأن احنا دايما تفكرنا كثقافة مصريين شوية بنقول إن الحاجات دي بتيجي للناس الكبيرة في السن الناس اللي هي البالغين لا مش بتيجي لولاد صغيرة أو شباب صغيرة هل ليها سن معين؟ لا ملهاش أي سن خالص يعني هي الجلطة بتحصل في أي سن احنا بنشوف جلطات في أطفال بنشوف جلطات في شباب المتعرف عليه إن الجلطة بتحصل فوق الخمسين فوق الستين حقيقة هو الحقيقة إن كل ما السن بيزيد كل ما الخطورة بتزيد لكن الجلطة بتحصل مثلا في فترة الكورونا مثلا كنا بنشوف شباب بيحصل لهم جلطات في سن صغير لأن مثلا عامل التجلط بتاعتهم كانت بتتأثر مع الكورونا فبيحصل جلطات فهي ملهاش سن بس كل ما السن زاد كل ما الرزق بيبقى أعلى يعني إحنا بنقول إن فوق الستين سنة كل عشر سنين الخطورة بتتضاعف أكتر فهي بتحصل أكتر في السن الكبير لكن هي مش مرتبطة بسن طب عايزة أسأل حضرتك عن المضاعفات ونرجع تاني فكرة المضاعفات الخاصة بالسكتة الدماغية يعني حالات قدامنا كده حضرتك بتقول فيه نوبات سرع أنا قريت يعني يا حضرتك تصلح لنا المعلومة دي أنا مش عارفة صحة ولا غلط إن فيه نوبات ضحك تيجي للشخص اللي بيجيله جلطة إن هو طول وقت بيدحك على أي حاجة أنا مش عارفة ده صحة ولا غلط حضرتك طبعا صحيح بنشوفها في بعض الحالات بيبقى عندهم حاجة اسمها emotional ability يعني يعني بيبقى سهل الاستثارة سهل يضحك سهل يعيط يعني ممكن يضحك ويعيط في نفس الوقت ممكن حاجة بسيطة شافها على التلفزيون ما كانش بيتأثر بها زمان أول ما يشوفها تلاقيه دحي جدا أو تلاقيه عيط جدا فمشعره بقت سهلة الاستثارة فعلا ده حيا طب أنا عايزة أروح لنقطة تانية وندي كده شوية تأمل لأي حد مريض بيسمعنا إنه سهل التعافي وسهل إن احنا نرجع تاني زي ما كنا لأنه في ناس متخيلة إنه يعني أنا طالما يعني جالي جلطة أنا هفضل كده طول الوقت يعني لو عندي إعاقة شوية في إيدي أو في رجلي العلاج الطبيعي لا يمكن هيحل ده أنا هفضل كده طول الوقت فعايزين نبدي كده شوية أمل لكل اللي بيشوفون طيب هو إحنا مش عايزين نوصل للعلاج الطبيعي لأن العلاج الطبيعي ده حيبق إحنا في مرحلة أخرنا إحنا عايزين نبدأ مع المريض من الأول من الأول خالص طبعا لازم يبقى فيه توعية للناس طبعا برنامج عن المرأة فلازم أي ست بيه تبقى عارفة الكلام ده بحيث لو شافت أي حد في الأسرة مهم جدا صحيح حصله الأعراض دي تبقى عارفة تعمل إيه على طول يعني إحنا بنقول دايما لأحد لو حصيت أن اللي قدامك عنده اشتباه جلطة أو عنده أعراض مشككاك في أنه عنده سكتة دماغية تطلب منه ثلاث حاجات أول حاجة تطلب منه يرفع إيده الاثنين لفوق تمام؟ لو فيه يعني دريفت في ناحية عن ناحية لو فيه تقل في ناحية عن ناحية معنى كده إن إيه؟ إن فيه اشتباه حاجة تانية تطلب منه أنه يبتسم أو يضحك تمام؟ لو فيه أعجاج في الفم في ناحية عن ناحية يعني الأنجل بتاع الماوس أو الزاوية بتاعت الفم اتحركت ناحية بعينها والناحية التانية مش بتحرك كويس فيه اشتباه الحاجة التالتة إن أنا أطلب منه إنه هو يكرر جملة أو إنه هو يجاوبني على سؤال لو الكلام مش مظبوط أو زي ما قلت الحاجة بيجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب أو ما فيش كلام خالص معنى كده إن أنا بدأت أشتبه في إن المريض ده عنده سكتة دماغية أول حاجة أعملها طبعا إن أنا أتوجه على أقرب مكان في علاج السكتة الدماغية مراكز السكتة الدماغية بدأت موجودة دلوقتي تقريبا في موظم المحافظات هناك بيتم البداية في العلاج والتعامل مع المريض لحظة بلحظة بس أهم حاجة عامل الوقت لازم أنا أكون في المستشفى في أول أربع ساعات ونص ودي الفترة المسموح بيها في العلاج الأولي للجلطة ده بالنسبة للحالات الطرقة طبعا يعني أنا عايزة بروز كلام حضرتك لإن إحنا بنتكلم عن الأم والزوجة إن هي تكون مثقفة طبيا يعني الدكتور قال لنا كده ثلاث حاجات إنتي لو شكة إن حدم لقدر الله لقدر الله يعني في البيت عنده أي عرض من الأعراض دي وإنتي حس أو قريتي ومش عارفة تتأكدي فأنت هتمشي كده على الثلاث خطوات اللي الدكتور قاله بنقولهم تاني يا دكتور إن هو أول حاجة يرفع إيده آه طبعا يرفع إيده لفوق والكاف في الإيد يبقى ناحية فوق يعني ما يبقاش عامل كده يبقى ناحية فوق لأن لو أحيانا في بعض التقل البسيط ممكن الدرع ما ينزلش ممكن بس الإيد مجرد تقلب كده يعني يبقى لازم إيدينا مرفوع على الفوق إيدينا مرفوع على الفوق الحاجة التانية أقول له يبتسم الحاجة التالتة إنه هو هيكرر جملة أو أسأله سؤال واشوف الإجابات بتاعته طيب إنتي بقى شكتي في أي حاجة من الثلاثة دول هنجري بسرعة على أقرب يعني مستشفى أو مركز للسكتة الدماغية وده متوفر جدا زي ما الدكتور قال إنه نلحق بسرعة لأنه إحنا في خلال أربع ساعات تقريبا أربع ساعات ونص في الجلطة الأمامية وست ساعات في الجلطة الخلفية طيب عايزة أروح مع حضرتك لنقطة تانية إحنا تكلمنا عن كورونا ووقت كورونا كانوا بناخد أدوية خاصة بالسيولة دلوقتي بنسمع إنه أي حد بعد سن الأربعين لازم ياخد دوة للسيولة ده حقيقي عشان يمنع أي جلطات ولا ملوش لازم ده سؤال مهم جدا لأن الناس يعني بدأ يبع عندهم الكنسابت ده أن أي حد يوصل لسن الأربعين يقول لي أنا باخد الأسبرين مثلا تمام لا هو مش قعدة وما ينفعش نعممها على كل الناس لأن إحنا القعدة اللي ممكن تمشي على مريض ممكن ما تمشيش على مريض تانيا الفكرة كلها في إيه الفكرة كلها إن لو المريض عنده تاريخ مرضي سابق للإصابة مثلا بجلطة أو للإصابة مثلا بكسور في شرايين القلب آه حمشي على الأسبرين لكن مش كل مريض مش كل مريض حقدر أمشي على الأسبرين الحاجة التانية لو المريض اللي قدامي ما عندهش جلطات سابقة بس عنده ريسك أو عنده خطورة لحدوث جلطات مستقبلية في العشر سنين اللي جاية ده لازم أمشي على أدويت سيولا تمام بعرفها بقى أنا إزاي موضوع الريسك ده نعرف منين بالضبط يعني الريسك ده الطبيب المختص هو المنطبين هو يعرف الريسك ده طبيب العصاب برضه أنه هو بيسأل المريض شوية أسئلة من خلالها بيقدر يحسب الريسك عن طريق سكيل معينة أو مقياس معين بيشوف بيه المريض اللي قدامي ده ممكن يحصل له جلطة بنسبة كم في المية في العشر سنين اللي جاية من خلال طبعا الوزن من خلال سن المريض من خلال عنده سمنة ولا لأ برضو في تاريخ وراسي ولا لأ في ضغط وسكر ولا لأ ده المريض اللي أنا حمشيه على أدويت سيولة لكن مش كل المرض لأن طبعا أدويت سيولة زي ما ليها فايدة ممكن يكون ليها درار ممكن أنا أديها المريض بدون حساب أو بدون تأدير يحصل منها مضعفات يحصل منها نزيف يحصل منها مشاكل فما ينفعش نديها لكل مريض يعني يبقى بلاش ثقافة السوشيال ميديا أن أي حاجة بنقراها نجري وراها ونلتزم بيها لا بزيات الأدوية والحاجات الطبية والمجال الطبي عموما لازم نلجأ لدكتور متخصص عشان يقدر يحدد لنا يعني ستنعرف نستخدم ده أو ده مناسب لينا ولا لأ ده اللي هيحدد طيب كلمنا عن الأسباب كلمنا عن الأعراض نروح بقى الأهم حاجة النهاردة فاكرتنا وهي العلاج إزاي نعالج السكتة الدماغية وإيه العلاج المناسب لها وطبعا إحنا مش هنتكلم في الحاجات اللي هي الطبية قوي عشان الناس يتفهم الدنيا بس يعني خلينا ناخد كده عنوين بإجاز جدا هو العلاج بيتحدد على حسب المرحلة اللي المريض جاه فيها للدكتور يعني المريض لو جاي زي ما قلنا في أول أربع ساعات ونص بيبقى متاح معنا العلاج الأولي اللي هو الاسم الدارج ليها حقنة الجلطة أو العقار المذيب للجلطات اللي هو الاسم العلمي بتاعها TPA Tisho Blasmonogen Activator ودي خلاف برضو عشان الناس بيبقى عندها معلومات غلطة يقول لك يا دكتور أنا أول ما لقيت حصله كده قدت له حقنة تحت الجلد لا خالص ده حاجة وده حاجة الحقنة اللي احنا بنتكلم عليها مش متوفرة فقط إلا في المراكز بتاع السكتة الدماغية أو في المستشفيات الخاصة ودي حقنة مكلفة يعني الحقنة اللي تحت الجلد أو الحقنة العضل اللي الناس عارفها وبتديها في الحالات اللي زي دي مش هو ده العلاج فده أهم حاجة اللي هو أن أنا تديل والTPA خلال أول أربع ساعات ونص طبعا في بعد الأربع ساعات ونص ممكن يحصل استجابة سريعة وده بيحصل في حالات كتير يعني ممكن بنسبة من 30% لـ 50% من الحالات ممكن يحصل استجابة سريعة مع العقار لكن في حالات تانية ممكن التحسن ما يبقاش سريعة وبناء العلي بنلجأ لحاجة اسمها الأسطرة المخية الأسطرة المخية فكرتها برضو عشان ما نبقاش يعني صوفيستيجيتد قوي زي أسطرة القلب بالضبط إحنا بندخل من شريان عن طريق الفغد والأسطرة بتوصل لحد مكان الجلطة في الشريان اللي فيه الجلطة وبيتم سحب الجلطة أو بيتم إدخال دعامة أو سلك حلزوني بيشفط الجلطة وبيطلع ده بيكون في ساعاتها برضو يا دكتور يعني إحنا بعد الحقنة ومفيش استجابة سريعة بنبدأ نعمل الأسطرة دي اللي هي الأسطرة الدماغية وده بيبقى متاح خلال أول 24 ساعة أول 24 ساعة وبرضو مش كل المرضى بيبقوا كانت للأسطرة يعني مش كل المرضى أقدر يدخلهم من الأسطرة لازم الجلطة تكون في شريان كبير شريان الأطباء يقدروا يوصلولوه مش جلطة عميقة مش جلطة صعب الوصول لها يعني احنا لازم نأكد في كلامنا كله طول الوقت أنه الحالات مختلفة والأعراض مختلفة وكل مريض مختلف عن التاني يعني ما نربطش دايما أن حد جاله ده فلا إحنا زيه فإحنا نتعامل زيه فهي لازم الثقافة دي تكون موجودة لأنه كل مريض وليه حالته وليه يعني الأمراض اللي عنده ضغط سكر الحاجات دي أكيد بتفرق جدا أكيد طبعا بعد بقى المرحلة اللي هي الأولانية أول 24 ساعة لو المريض وصل فيها التورق وده كتير بيحصل يعني هبنشوف ناس كتير تيجي بالأعراض بعد 24 ساعة فده خلاص هو وقت العلاج الأولاني راح سواء الحقنة أو سواء الأسطار ده بيدخل في مرحلة اسمها مرحلة العلاج التحفوز يعني إن أنا ببدأ أديله أدوية بتحسن بقى الدورة الدموية المخية بحيث أن الأعراض تبدأ تتراجع بنبدأ ندي بعض الأدوية المحسنة لنشاط المخ وبندي أدوية تمنع حدوث جلطة تانية لأنه هو الفكرة أن المريض مادام حصل له جلطة مرة معرض أنه يحصل له جلطة تانية فلازم بنبدأ مرحلة السكندري بريفينش إن أنا بديله أدوية تمنع حدوث جلطات مستقبلية ولازم طبعا نحن نعمل البرتوكول بتاع الجلطات عشان نعرف إيه السبب إيه المصدر بتاع الجلطة هل المصدر هو القلب هل المصدر الشرايين هل فيه عوامل خطورة ممكن أبدأ أزبطها بالأدوية هل فيه وقت معين ما بين نقدر نحسب كده كثرة ما بين جلطة وجلطة يعني لو جات لحد جلطة كبيرة ويعني هو قدر يعالجها سريعا بس الموضوع كان كبير ممكن تحصل له جلطة كبيرة زيها بعد وقت قليل ولا ده صعب؟ هو ممكن لكن هو الشائع أكتر إن هي ممكن تحصل بعد شهور لكن الشائع برضو إن لو حصلت جلطة منذرة تمام ممكن يحصل في أول ثلاث شهور جلطة حقيقة تمام لكن ما بين جلطة وجلطة ممكن تحصل بس غالبا ما بتبقاش يعني في فترة قريبة تمام مش بشكل تأكيدي بس بنسبة كبيرة طيب أنا عايزة أرجع تاني لفكرة النتيجة يعني إحنا بنقول يعني إحنا لحقنا الدنيا خلال الأربع ساعات وخدنا الحقنة اللي هي مضيبة للجلطة اللي إحنا بنعرفينها كده وابتدى يتحسن يتحسن إن هو لو فقد كلامه أو بقه اتعوج أو إيده ومش عارف يحركها إن هو خلاص ابتدى يتعافى تماما ولا مش كده ممكن التعافي يحصل تماما بس للأمانة ما بيبقاش في حالات كتير لأن يعني إحنا بنقول كل دقيقة بيموت ملايين الخلايا تقريبا 2 مليون خلايا بتموت في كل دقيقة بتعدي فكون إن يحصل تعافي تام بيحصل لكن طبعا ده بيختلف على حسب العامل اللي إحنا ذكرناه على حسب العلاج تم في أي وقت لكن في حالات كتير بتتحسن في الوقت الأولي وإحنا حابين نطمن الناس أكتر طب أنا عايزة كلمة حضرتك عن طرق الوقاية من السكتة الدماغية إحنا خايفين إن يحصل لنا حاجة نعمل إيه طبعا أهم حاجة تثبيت نمط الحياة يعني لو أنا مثلا وزني زايد لازم إن أنا أزبطه لو أنا عندي عاومة خطورة مش متشخصة أو ما باخد لهاش العلاج المناسب لازم أزبطها زي الضغط وزي السكر واليوريك أسد والكوليسترول وخلافه لو مش بالعب رياضة المفروض إن أنا ألعب رياضة المفروض إن أنا أكل أكل صحي يعني نبعد عن الأملاح نبعد عن الدهون شرب سويل كتير كل الحاجات دي تعتبر وقاية هو ما فيش حاجة يعني أكيدة تقيني لأنه هو زي ما قلت الحقيقة في عامل وراثي موجود في أسباب ممكن تحصل ممكن مشاكل وراثية في التجلط ممكن تؤدي للجلطة لكن بقدر الإمكان الحاجات اللي إحنا ذكرناها ممكن تقلل نسب الخطور نقلل النسب طيب أبنى ما اختم مع حضرتها خلينا كده نقول يعني عنوين كده أو نلخص كلامنا لكل أم أو زوجة بتسمعنا إن هي طبعا إحنا بنتكلم في فكرة الثقافة الطبية تكون وغدى بالها قوي من النقاط اللي هنقولها دلوقتي لأفراد أسرتها تمام زي ما قلنا أهم حاجة إن احنا لو حصل إن مريض في البيت حصل له أي أعراض بتشككني في إن في سكتة دماغية لازم أول حاجة أعملها إن أنا أتوجه لمركز السكتة الدماغية ما ينفعش إن أنا أخد أي أدويت سيولة من نفسي عشان ممكن تبقى نزيف ما تبقاش جلطة ما ينفعش إن أنا أودي مكان مفهوش الرعاية الأولية للمرض يعني ما ينفعش إن أنا أودي مثلا مكان مفهوش أشعة مقطعية على الأقل يعني ده أهم حاجة والحاجة التانية طبعا يعني بقدر إمكان تصبيت نمط الحياة والأكل الصحي تصبيت الضغط تصبيت السكر الحاجات التدخين السمنة الحاجات دي كلها لازم الناس تاخد بالها بحيث نقلل الخطورة بالإصابة يعني أنا أشكرك يا دكتور بروم بس قبل ما نختم حضرتك تقوليني كده الخدمات اللي بتقدم في العيادة بتاعت حضرتك تمام هو طبعا أنا تخصصي طب المخ والأعصاب والطب النفسي فالتخصص ده بيشمل أمراض طب الأعصاب زي السكتات الدماغية زي التهاب الأعصاب زي مشاكل الفكرات اختناء الأعصاب حاجات زي التصلب المتناصر التصلب المتعدد بعض المتلازمات العصبية الندرة زي حاجة اسمها متلازمة جليان باري في حاجة اسمها وهن العضلات ده يخص الأمراض العصبية أما أمراض الطب النفسي زي الاتراب الوجداني زي الفصام العقلي زي حالات الخرف حالات حالات خرف الشاكوخة الزهايمر حالات التوتر حالات الاكتئاب تمنياتنا بالتوفيق لحضرتك طبعا طول الوقت وأنا بشكر حضرتك جدا طبعا على المعلومات لحضرتك قدمتها حقيقي استفدنا من حضرتك جدا بشكرك جدا دكتور إبرام ألبير أفسائي طب المخ والأعصاب بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا أنا وقتنا دكتور شكرا لحضرتك شكرا مش هدينا خلصت فقرتنا هنخرج لفاصل وبعد كده نرجع لركن المطبخ والنهاردة معانا الشيف واق المجدي هيعملنا أكلات مميزة جدا كالعادة خليكم معانا